واحد من الفرق اللي ان شاء الله نتوسم فيهم الخير هذا الموسم يتخطى كل المشاكل والصعوبات هذا الموسم بالتأكيد الفريق الكبير نادي الإسماعيلي الإسماعيلي عنده أول مباراة في الدولة هتكون قدام نادي زد اللي عامل تدعمات قوية وكبيرة جدا والإسماعيلي يأمل مع الكابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون نظر بصورة مغيرة عن المواسم المضية متخطيا عدد لا بأس به من المشاكل اللي مزالت قائمة بالمناسبة يعني بس أتصور أن الجهاز الفني الحالي للنادي الإسماعيلي يقدر يتعامل مع هذه الأمور واحد من الأسماء المحترمة في هذا الجهاز الفني المحترم هو الكابتن الكبير كابتن حمد إبراهيم المدرب العام لإسماعيلي معي عبر الهاتف الآن كابتن حمد مشرف ومنور مبسوط وسعيد أن أنت موجود معنا حبيبة كريمة أنا فعلا بي اكتحياتي لك وحشني جدا وحشني جدا كابتن حمد يا ربي خليك مهمة كبيرة وسقيلة جدا للنادي الإسماعيلي هذا الموسم تحديدا وسط أمال كثيرة كبيرة من جميل الإسماعيلي أنه ما يتكررش اللي حصل الموسمين اللي فاتوا رغم أن احنا عارفين أنه لسه فيه كثير من المشاكل قائمة في النادي الإسماعيلي إزاي استعدته بقى للموسم ده وإزاي هتتعاملوا مع كل هذه الظروفة كابتن حمد والله يا كريم انت لو بتبقى ماشي في النادي بحاجم النادي الإسماعيلي وأنت متحمل مصوليات نادي كبير وجمالات كبيرة ودي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا عملين حسابها زي ما قلت قبل كده احنا مش هنبوصه على ما تتريني بقى الحاجات اللي فيها إيجابية والحاجات اللي تبدي توافع كبير عن اللعيبة ده اللي احنا اتكلمنا فيه مع اللعيبة والحمد لله يعني مجلة الزرارة الانوها دي عند شون ناصر عبد الحسن ومجلة الزرارة فالأمور ماشي بشكل جديد جداً وقود كابتن علي وكابتن هماد على الكابتن هماد نخلي فيه مؤمنينة شوية الأمور اللي تبقى السوت لو نريدها لكابتن حمد نقى في مكان في الشبكة بس عشان السوت بيقط لو تسمع أنا بقول الحاجات الأمور الموجودة للمجلة إدارة هادي مع وجود كابتن علي وكابتن عماد مع كابتن إيهاد في إدارة الكورة في نادي الإسماعيلي هي السد بس رياحية بكتة مؤمنينة للعيبة هيظل أن أنت عندك بس هو القيد موقوف وده أمر واقع موجود جوا النادي وده اللي احنا نتعامل بي مع اللعيبة واللي لازم تجي بي ده واسع للعيبة والأمور تمشي في الشكل اللي المفهوض تمشي فيه نلعب في نادي كبير لازم هيبقى عندك ده واسع وإن شاء الله بإذن الله يا كريم الأمور تمشي زي ما احنا عايزين وتبقى الأمور ماشية الجهة اللي احنا عايزين إن شاء الله واللي يتمنى جمهور النادي الإسماعيلي إن شاء الله طيب عظيمة كابتن حمد النهاردة أنت عندك مواجهة بحسب كرة الدولة الممتاز مواجهة كبيرة أمام فريق زيد عنده صفاقات للأسف الإسماعيلي ما قدرش يعمل صفاقات هذا الموسم بسبب قاف القيد شايف المواجهة الأولى أمام زيد هتكون عاملة إزاي؟ أكيد هتبقى مواجهة جديرة ومواجهة صعبة نادي زيد من الفرق اللي عاملة صفاقات بشكل جيد جداً عنده جهاز مستقر من الموسم اللي فاتت كبت المجدى العاضي فأكيد هيتديله طبعا بتديله دي نوع من أنواع الإريحية لكن أنا زي ما بقولك أنا مش هنبص لأننا ما كنتش ببص على القرع إحنا هنلاعبين أج ما ببص وإن شاء الله الفرقة اللي هتيجي هنشتغل مع أي فرقة في الدورة في الثمينواشات لما كنتش أعرف أننا هلعب زدءة وأي حد من فن لكن أنا من مهايء القلب إننا أي فرقة إن شاء الله هتيجي هنلعبها إن شاء الله ونقدر نشتغل معها إن شاء الله بشكل اليونأتبها والشكل اليونأتب ناحنا بقى في الناحية الفنية سأقول طبعا مواجهة تبقى مواجهة صعبة جدا إن شاء الله بإذن الله يكون اللعيبة أدها ويا رب نقدر نعمل الحاجة زي بقول لك كريم اللي طمن جمهور النادي الإسماعيلي جمهور كبير جمهور محب جدا للنادي بتاعه ويا رب إن شاء الله يبقى سيزون كويس بينا وسيزون يبقى كويس جماهير إن شاء الله ونخرج من الحالة اللي كان فيها الناجي الإسماعيلي يقاله ثلاث سنين إن شاء الله يا رب أنا بقول إن ثقاتنا في ربنا كبيرة جدا وشقاتنا في اللعيبة وإن شاء الله نعمل الحاجة اللي الجمهور يتمنها عدد من اللعبين رحلوا عن الفريق وما فيش قيد فما فيش لعبين جدد ماذا عن الشباب والناشئين وتصعيد لعبين جدد متطمن لمجموعة الشباب أنا عرفت إن أنتوا طلعتوا عدد من الشباب إنه يبقوا موجودين في قوام الفريق الفترة اللي جاية تتطمن جميل إسماعيلي وتتفاعل بيهم؟ طبعا طبعا إن شاء الله بإذن الله دينا مجموعة من المجموعة الشباب مجموعة كويسة جدا لعيبة كويسة جدا لكن هيظل حاجة واحدة يا كريم هو توفيق ربنا في البداية أنا بقول دايما البداية يا كريم اللي أنت الفرقة بيحفظتها تحديث ومع المجموعة القديمة اللي عندنا من اللعيبة الكبار فلما يحصل انجماج واحدة تجانس بين الاثنين توفيق ربنا ده وتخلي اللعيبة بس تبقى متطمنة إن شاء الله يا كريم وده اللي أنا بقول إن شاء الله بإذن الله تبقى الأمور ماشية في الشكل اللي احنا عايزينه والنتايج زي ما احنا عايزين دي هتبت طمأنينة وتخلي اللعيبة تلعب براحتها إن شاء الله ويا رب يطلع الشكل زي ما احنا بمتأكتبين إن شاء الله يعني هيخلين احنا في الشكل الفني اللي ريحنا احنا كريم بإذن الله طب ومنازمة البدايات ما كنتش حابب انك تبقى مواجهتك مع النادي القاية تبقى في الجولة التالتة على طول لا بقى ما أخد بالك النادي الإسماعيل يا كريم كل بقى لنا ثلاث سنين بياخد النادي الأهلي ثلاث سنين بياخد النادي الأهلي في أول مباراة فأنت النادي الأهلي يجيه ثلاث مباراة أنا بقولك أنت عندك 18 فرقة في الدوري فهيظل يا كريمي 18 أنت كنت ممكن تقابل أي فرقة فيهم صح طبعا كل الأنديية مشترمة طبعا نادي الأهلي طبعا على نادي الأنديية الكبيرة نادي الزمالك كل الأنديية مش عايزة انسى حد لكن أنا بقول إن انت 18 فرقة فهيظل كنت ممكن تقابل أي فرقة ما كنتش تعرف القرح توقعك مع مين لكن في الأول وفي الآخر أنت بس كمدرب وجهاز فني ولعبين زي ما أنت كنت رسي بتقولي كده بتبقى عايز مواجهات تدريجية عشان تتطمن في البداية وتبقى الأمور جيدة وتحط القوام بتاعك والشباب أشكال سهلتك على الأهلي تحديدا بما ينه حامل الله والله يا كريم أنا بقولك كنا متوقعين أي فرقة في الثمانتاشر أي فرقة يعني هزان بقولك لأن أنت عندك البداية دي طبعا لأنك أنت يجي لك موشات مدرجة شوية لكن في الأول وفي الآخر أي فرقة كانت فيجي كنا إن شاء الله نشوف الشكل اليناسي بالكلام دو ونقدر نحاول لكن أنا بقولك أنك أنت العيبة تبقى منطمنة ده الصيخة بقى أنه يبقى مفدع نفسه ويعمل الحاجة اللي نقوله عليها في الشكل الفني هتفرق كتير جدا يا كريم إن شاء الله بإذن الله الفترة كابتن حمد لما وفقته على تولي مهمة الإسمايلي في الظروف الصعبة دي كنت عارفين أنه هيبقى فيه إيقاف كيد أو إيقاف الكيد مش هيترفع طبعا طبعا هو كابتن هاب طبعا بسط على الفرقة من الفترة كبيرة ويمكن لما جاء الناس كلموا مع كابتن هاب مباشر الراجل ما ترددش لأنه أنت عارف فيه أوقات كده النادي بتاعك ببقى طلبك أو النادي بتاعك يتكلم معاك فيه أوقات ما تقدرش تقول لأ لكن الأمور إن شاء الله تمشي زي ما بقولك كريم برضا أنا مش عايزة أقب عند الحرفة دي نعم لا خلاص ده أمر وقع موجود وده اللي أنا بقولك إن اللعبة بس تبقى مصدقة شوية اللي هي فيها وإن شاء الله بالنواحل سنية بإذن الله وتعمل بس الكلام اللي هيتقل لها إن شاء الله الأمور تبقى مختلفة بإذن الله كل التوفيق كابتن كبير كابتن حمد إبراهيم المدارب العام بالنادي الإسماعيلي بشكرك شكرا جزيلا وبالتأكيد كلنا نتمنى للإسماعيلي حال أفضل ده الإسماعيلي يا جماعة إسماعيلي اللي طلع عظماء في كرة القدم المصرية وأسماء كبيرة وتاريخية الإسماعيلي ثالث الأهلي والزمالك دائما هو اللي بينافس هو اللي موجود في المكانة والمقدمة بقاله ثلاث سنين يعاني جدا يعاني بأخطاء إدارية أخطاء فنية أخطاء على مستوى اختيارات اللاعبين أحيانا عدم توفيق تفاصيل كثيرة 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 وجمهور الإسماعيلي فعلا عانى كثيرا مع فريقه الفترة الماضية نأمن إن شاء الله إن الأمور تتحسن مع الموسم الجديد مع جهاز فني محترم بقاة الكابتن إيهاب جلال